خليفة عايز ابدأ معاك انت وشناوي كنت بتكلم في المقدمة النهاردة فيه ناس بتكتب على السوشل ميديا او حتى مش على السوشل ميديا الاعلام بشكل عام يقول لك ايه والله كان الاهلي لعب مع سانداونز افضل الاهلي قدام فرق شمال افريقيا بتبقى الامور اصعب قدام سانداونز تبقى العملية اسهل قلت انه الاهلي استكذبان الرجاء والترجي ما قديش همال افريقيا يا جماعة برضه يعني انت شايف ايه الوداد افضل الاهلي ولا كان صندوق انا عايف ان السؤال ده خلاص بقى تخطى الامور بس برضه لازم نقوله عشان نقفلها في رأيينا لو اتكلمنا كورة فصندوقنز فريق فنيا داخل الملعب افضل من الوداد وكان حيمثل مشكلة الاهلي داخل الملعب لو الموضوع كورة مية وثمانين ديه ولكن برا الملعب والعقلية والثبات والحاجات اللي برا الملعب الوداد افضل عقليات افضل يقدر يقصر في الاجواء عشان كده في رأيي وغلطة الاهلي في رأيي انا برضه السنة اللي فاتت انه انساق لنقل المباراة برا الملعب شوي انت ما تبقى الطرف الافضل فنان خلينا نقرب نقط يعني انه صندوقنز والاهلي الافضل فنان في البطولة بشكل واضح ممكن كمان كان صندوقنز وممكن كان ليه افضل ايه فانت ما يبقى عندك انت الفرق الفني ما تنجرش لاي حاجة تاخدك برا الملعب الملعب فقط لان انت الطرف الافضل عارف مؤتمر مورنيو الشهير لما قال هنكسب لو الظروف المحيطة عادية ولو الظروف مش محيطة خبط على التربيز اقول هنكسب ها دي العقلية اللي ها المفروض تبقى للطرف الافضل فنيا انت واسق في نفسك وفي رأيك فنيا وكذا ما تتجرش لاي ظروف مش هتفرق الحوامل الخارجية دي ما تتسحبش لها فخلينا نقول ان بالنسبة لمواجهة الفنية الكرة فيها حاجة الافضليات الفنية برضه ما بتحسن لكش اللقاء بنسبة 100% ففيه هامش اه ممكن نقول حاجة بس في الجزاء دي عشان برضه الكلام يبقى مفهوم وواضح يعني انا تحدث على الظروف خارجية اصل مباراة العودة في ملعب محمد الخامس اصل مباراة العودة في المغرب اصل الضغط الجماهير هيحصل مش عارف ايه انا بس عايز اقوف عن نقطة مهمة جدا عشان بقى الجماهير ما بجيبش الجون لك كريم ايه الجماهير ما بجيبش لا لا انا عايز اقول حاجة مهمة جدا هيبقى الضغط اللي بيحصل من الودات في المغرب او في اي ملعب في المغرب هو ضغط زي بيقولوا كده ايه ضغط شرعي اللي هو جماهير وضغط وهتفات بس بصراحة بصراحة واحقاقا الحق لا عملي شفت تجاوز في المغرب ولا عملي شفت حد بيتئذي في المغرب ولا عملي شفت انه بيحصل مشكلة في المغرب هو ضغط جماهيري اللي هو عادي بالمناسبة مطلوب من جماهينا أنها تضغط الضغط ده في استاد الكاهرة اضغط وشجع وطول عمركم هور مصر كان عنده عنده الأساسيات دي وكان يعرف يستخدمه ونقول دايما استاد الكاهرة استاد الرعب وكلمة الرعب يجاي منين منك بتضغط على أي منافس ده وضع طبيعي احنا بنتكلم هنا في القدرات اللي برا الملعب والقدرات وعقلية اللعبة كمان عقلية اللعبة المغربة ممكن بيضال مركز ما بطلعش من الجيم بسهولة ممكن هو اللي يطلعك من الجيم يعرف يعمل فولات امتى والحكاية الشهيرة اللي بتتضيقها الوقت تأحيانا لما بتبقى متقدم والله بص انا في رأينا كمان احنا نفس المدرسة يعني الفرق المصرية برضو ما بتبقى محتاجة محتاجة لا احنا الفرق المصرية برضو ما بتبقى قريبة من الفوز بتاعف ما تفردش فيه بتعرف تنتزع الانتصارات فالموضوع كله عدم انجرار لأي حاجة برا الملعب وتركيز في الملعب والنقطة التانية لازم يمين بنقطة برضو ان الكورة فيها الافضلاء الفنية مش بتحسم لك الماتش بنسبة 100% يعني فرق 7 من 10 بلعب فرق 6 من 10 فهو جيم في الملعب حتى الثمانية من 10 بلعب 6 من 10 فهو جيم في الملعب فلازم بقى لعب على كل التفاصيل تركيز في كل دقيقة من المباراة وادراك نقطة برضو ان الماتش 180 دقيقة بمعنى تاني مهما كانت النتيجة في القاهرة في المغرب ما فيش رمي يعني دايما في مشكلة دايما اللي هو انت رايح مثلا مثلا نتيجة المسلع للاهلي هي الفوزة مثلا 2-0 صح 2-2 طالع نفترض مثلا ان النتيجة في القاهرة 0-0 حاجة زي كده ما تبقاش مستعجل 1-0 افضل كتير من 0-0 2-1 احسن من 0-0 اي افضلية لك بتديك يعني الجنحات لو متأخر 1-0 فالواحد واحد افضل من انت تبقى متأخر يعني تفضل تلعب دايما اي فريق ملعب لا اعودة ان كل جل قيمة اكمل لك يعني لو مغلوب واحد سفر في القاهرة ان شاء الله دا ما يحصلش يعني لو مغلوب واحد سفر هيبقى عندك برضو فرصة تكسر في فرص طبعا الامر مش معدوم تماما وفي تجارب كتير للانديال المصرية حققت نتائج هنا وبترجع ترجع اشتركوا في القناة